مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب عقيدة إيماننا في حقيقة وطبيعة شخص الرب يسوع المسيح حقيقة وإيمان مؤسس على إعلان الرب يسوع نفسه وما قاله يسوع وأعلنه بفمه الطاهر عن طبيعته وعن شخصه فقد أثبت التاريخ وأثبتت البرهين أن كذبة ادعاء المسلمين بأن لهوت المسيح قد اخترعت الكنيسة سنة 325 هذه كذبة أثبت التاريخ والبرهين أنها فعلا كذبة ولا تمت للإيمان المسيحي بصلة فمنذ اللحظة الأولى للإيمان المسيحي وأعلنت الكنيسة والمؤمنين الأوائل أن يسوع المسيح هو رب وهذا الإعلان أسس على ما قد أعلنه يسوع عن نفسه وقد كانت القيامة هي البرهان الذي أكد أيضا للتلاميذ أن حقا يسوع المسيح هو ابن الله لأن كل ما قاله قد كان صدق وحق إلا أنه من وقت إلى آخر يطل علينا بعض الإخوة المسلمين بآيات ينزعوها من سياقها لكيما يحاولوا أن يبرهنوا على أن المسيح مجرد إنسان ولكن هذا عنوان حلقة اليوم هو هل نفى المسيح لاهوته عندما قال أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك هل قول يسوع المسيح في صلاته الشفاعية في يحنى 17 أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ينفي عن المسيح لاهوته ويجعل من المسيح مجرد إنسان عادي هذه التهمة زي ما قلت هي آية وخدها من يحنى 17 وأنا هقرى النص أمام حضراتكم بالأخص الخمس أعداد الأولى وهنحلل كل كلمة من هذه الكلمات تكلم يسوع بهذا ويسوع هنا هو رئيس الكهنة هو الإنسان يسوع المسيح ابن الإنسان الكلمة المتجسد النائب عن الإنسان يقول هنا تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو سماء وقال أيها الآب قد أتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا ومن المعروف أن الله لا يعطي مجده لآخر إلا أن المسيح يقول هنا مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا إذ أعطيته سلطانا على كل جسد وهذه حقيقة أخرى من الذي له سلطان على كل جسد أليس كل جسد هو ملك لله وبأي حق يكون للمسيح سلطان على كل جسد يهن ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته يعني يسوع المسيح هو الذي يعطي حياة أبدية بدون يسوع المسيح لا توجد حياة أبدية وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك وهنا يعرف الرب يسوع ما هي الحياة الأبدية الحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته أنا مجدتك على الأرض العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم هنا تأتي الشبهة بما أن الله الآب هو الإله الحقيقي وحده يكون المسيح مجرد إنسان فهو ينفي عنه الألوهية صراحة هكذا يدعي المدعي وإذا كان الآب هو الإله الحقيقي فلا يمكن أن يكون المسيح هو الله هذه الشبهة حطها واحد من الدعاة اللي بيلقب نفسه بإنه أستاذ في مقارنة الأديان وأنا بصراحة بسميه أبو لمعة الكذاب عارفين أبو لمعة هو بالضبط شخص كذاب هو يقتبس الأشياء ولا يقرأ ما بعد ما قبل ولا يقرأ ما بعد ويأتي فقط بلكيما يحاول أنه يعني يفرد زكاؤه يعني هو بيعتبر نفسه أسكى أخواته فهو جاي بقى بسؤال هيدمر المسيحية ودي مشكلة المسلمين المسيحية اللي بقالها ألفين سنة اللي يؤمن بيها أكثر من اتنين مليار اللي آمن بيها ملايين الناس على مر العصور اللي مات من أجل إيمانهم كثيرين بالملايين أيضا على مر العصور المسيحية التي أخرجت فلاسفة وعلماء ومفكرين ومبدعين يأتي واحد بجلبية يقول لها كان عندي سؤال يدمر المسيحية شفتوا سوري يعني غباء أكثر من كده زي ما يقول عنهم الرسول بوليس إن هؤلاء يفكرون بطريقة البدوي اللي قاعد في الخيمة كويس وهو هيدمر المسيحية لأنه عنده سؤال يعني لا يستطيع أحد أن يجيب عنه فنسمع الفيديو الأولاني من يعني أبو لام عدا والعبقري ونجاوب عليه إله حق من إله حق إذن بحسب قانون الإيمان المسيح إله حق طيب جيم نين مصدره إيه قالك جاء من إله حق وهو الآب خلي بالك القانون وصف كل واحد من الاتنين إن هو إله حق الآب والمسيح طيب بالنسبة للآب هل هناك نص بيقول إن الآب إله حق آه طبعا فيه المسيح في إنجلي وحنة السبعة تشر ثلاثة بيكلم الآب وبيقول له وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفك أنت الإله الحقيقية وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته طيب الفيديو اللي بعد كده بقى هيحاول إيه يتحدى هو يعني بيتحدى وبالأخص في الفيديو بيتحدى البابا توادرس كويس أو أي واحد من علماء المسيحية هتولي آية في الكتاب المؤدس تقول أن المسيح هو الإله الحق طيب إذا النهاردة جبت لك آية واثنين وثلاثة هتطلع على الشاشات ها وتقول أنا غلطان لا طبعا لا عمرك ما هتعمل كده عارف ليه لأنه إن لم ينير الله قلبك ويبدد الظلمة لجواك ويعطي فكرك من الظلمة والعبودية اللي أنت عايشها في الخطيئة عمرك ما هتتغير عش كده إحنا بنصلي لأجلك والأجل الآخرين إن الله يشرق في قلوبكم بنور المسيح فتتبدد كل ظلمة شوف الفيديو التاني وهو بقى إيه بيحاول إنه يقدم التحدي ده أهو الله الآب موصول بإنه الإله الحقيقي لوحده والكلام ده من لسان المسيح شخصيا نص واضح وصريح ومباشر هل يجرؤ البابا توادرس إنه يستخرج ليه نص واضح وصريح المسيح بيوصف فيه نفسه بإنه هو الإله الحقيقي التحدي مفتوح للبابا توادرس ولجميع آباء وكهنة الكنائس أريده نصا واحدا صريحا يصف المسيح بإنه الإله الحقيقي هو أصلا لو فيه نص تاني زي ده يبقى ده تناقض لأن المسيح قال إن الإله الحقيقي هو القابل قالك لو فيه نص زي ده هو عارف إنه فيه نص هو كذاب للأسف هو فعلا يعني عارف إنه فيه نص يقولك ولو فيه نص هو عارف إنه فيه نص بس يقولك لو فيه نص يبقى تناقض يعني هو بيقولك هتلي نص وبعدين تجيب له نص لو جبت له نص يقولك أصلا ده تناقض هو مش هيقتنع هو هو مركب دماغه بطريقة معينة لمجرد انه بيحاول انه يطعن في الايمان المسيح ده تات ده كل تفكيره كويس واحنا النهاردة هنجاوب على السؤال ده هنجاوب على السؤال ده وهجيب لك نص واثنين وثلاثة لانه فعلا يعني انت بتثبت كل يوم ان انت فعلا أبولا مع الكذاب المدلس على الايمان المسيحي كويس حتى اقتباساته حتى اقتباساته من الكتب ما بيقراش كل الكتب كل الكتاب هو بياخد بياخد العبارة اللي عجباه لكن الباقي ما يفكرش فيه فخلينا نكمل فيديو يبقى ده تناقض لان المسيح قال ان الاله الحقيقي هو القابل وحده خلي بالك من كلمة وحدك دي لانك لو حاولت تدخل مع القاب اي شخص تاني يبقى انت كده بتخلي في المسيح شخصيا شفتو الزكاء هو اسكى اخواته هو هو يعني النص حتى يعني هنشوف النص هنا لما يقول انت الاله الحقيقي هو وحدك هو بتكلم عن ايه لكن هو يقول لك وحدك مدام وحدك يبقى فيش حد هو الله واحد في الكتاب المعدس احنا ما عندناش اكتر من من اله نحن نؤمن ان الله واحد only god مفيش حد تاني معاه اسمع يا اسرائيل الرب والله هنا رب واحد اخاذ واحد لكن احنا نتكلم عن طبيعة هذا الاله اللي انت مش عايز تفهم طبيعته كويس انا بستغرب على واحد بيرفض المسيح الذي يقول انه عند السلطان ان يعطي حياة ابدية المسيح هو الذي له السلطان ان يعطي حياة ابدية وان الحياة الابدية لا يمكن ان تكون بعيدة عن شخص المسيح فهو من خلاله فقط يصير لنا حياة ابدية واحد بيرفض المسيح الذي قال هذا ويؤمن بواحد ويؤمن بواحد ما يعرفش اذا كان هيروح الجنة ولا النار ويؤمن بواحد رسول الاسلام وهو مش عارف اذا كان رسول الاسلام اساسا في الجنة ولا في النار هتقول الكلام ده جابه منين انا عندي فيديو الفيديو الاخير انا كنت حط في الاخر بس غالبا السياق خليني اخذ الفيديو ده الاول انه اعتراف من رسول الاسلام نفسه انه اساسا هو مش عارف هيروح الجنة ولا لا هو ما عندوش هذا اليقين ويرفض رب الحياة ورئيس الحياة ويقبر الايمان بشخص لا يعلم لا يعلم دي مصيبة كبيرة لا يعلم ان كان هيروح الجنة ولا يروح النار هلنشوف الفيديو دوا ونكمل موضوعنا اللي احنا بنكلم عنه اتنين عربي يشرحوها النبي بيعلف وانا الرسول ما عرفش هيتعمل في ايه وانا الرسول ما عرفش هيتعمل في ايه اقول حضرتك ان موضوع الجنة والنار ده النبي سيدنا محمد على السلام افعلوا بالضبع والمفتاح افعلوا بالضبع والمفتاح البخاري عد تلت تسطر على ايدك الشمال يقول سيدنا محمد واحكي لك القصة بتاعته الحديث سطر واحد ويمكن الناس عمرها ما سمعت عنه وانا بقول البخاري ايه مش كتاب في اللصفة يعني قصته ان راجل حبيبنا كلنا سيدنا ومولانا عصمان بن مزعون ولا جدا فعلا مات في بيت واحدة بن الانصار عرفاه وعجناه وخبزاه وعرفة كل حاجة حلوة فانا بابع السلام يعرف ان عصمان بن مزعون مات فراح عصمان لسه لا كفنوه ولا ودوه الترب ولا عملو له لاحدة ولا حاجة هاض فسيدنا محمد سمع السيدة الانصارية بتقول هنيا لك يا عصمان يا ابن مزعون عالجنة حت فسيدنا محمد قال مين دي هو عالباب وصديقه وصحبه وحبيبه ميت مين دي خدي تعالي مين اللي قالك انه هو في الجنة وقال الحديث اللي انا سمحته والستك قبل الهوى بتلت ثواني فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والله وانا رسول الله ده بيحلف ده بيحلف لا ادري ما يفعله بي نبي بيحلف وانا الرسول ما عرفش هيتعمل فيه ايه يعني حلف انه هو لما هيموت ما يعرفش ربنا هيعمل فيه ايه اما نحن المؤمنين فنعلم ان كل من امن بالمسيح فله حياة وده اللي قاله الرب يسوع انا هو القيامة والحياة من امن بي ولو مات فسيحيا فكيف العاقل كيف العاقل ان يرفض رب الحياة معطي الحياة ويقبل الايمان بمن لا يعرف ان كان هيروح الجنة ولا النار بعد موته ده ده انا مش بجيبه من عندي انا ده لقيته على الانت وغالبا زي ما بيقول هنا شيخ انه محدش كتير من المسلمين يعرفوا عنه حاجة الحديث ده لكن ده مش موضوعنا لكن اول حاجة احب اقولها لهذا الداعية لا يمكن ان تبنى عقيدة على عبارة واحدة منزوعة من سياقها وده الفكر الاسلامي دايما اللي بيشغالين به انه ينزع اية من سياقها ينزع اية من سياقها يعني يحنى تمانية اللي في المسيح بيقول وانا انسان هو نفس يحنى تمانية اللي بيقول في المسيح انه انا كائن قبل ان يكون ابراهيم انا كائن فهو يرفض عبارة قول المسيح واعلانه انه سابق في وجوده عن ابراهيم وقولك المسيح قال انا انسان فلا يمكن ان تبنى عقيدة على عبارة واحدة منزوعة من سياقها ده ينفع في الاسلام لانه فعلا القرآن او الاسلام زي ما واحد من الاخوة الاعزاء ليا في مرة قال الاسلام عامل زي سوق الخميس كل اللي انت عايزه هتلاقيه كل اللي انت عايزه عايز تمشي صح هتلاقي اللي ماشيك صح عايز تمشي غلط هتلاقي الايات اللي تماشي غلط عايز تقتل هتلاقي الايات اللي خليك تقتل عايز تعمل اللي انت عايزه هتخلي الايات اللي خليك تعمل اللي انت عايزه زي سوق الخميس احنا ما عندناش كده احنا العقيدة المسيحية تبنى على كل الكتاب من اوله الى اخره من التكوين الى الرؤية فلا نبني عقيدة على آية منزوعة من سياقها حتى الآية المنزوعة من سياقها في نفس النص بيؤكد المسيح فيها لهوته خليني زي ما قلت انه في نفس الاصحات اللي وردت فيها هذه الايات توجد عشرات الاعلانات الاخرى التي تؤكد ويؤكد من خلالها المسيح انه هو كلمة الله المتجسد هل يقبل المسلم الذي يستخدم هذه الايات لكي يقول ان المسيح نفع عن نفس اللهوت ان يقبل ايضا الايات التي تقول ان المسيح اعلن عن نفسه واعلن عن لهوته فيها هيقولك لا طبعا هو بيعمل ليه بياخد آية ويجري بيها طيب لم يجي هنا يقول ليعرفوك انت لكي يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك المقارنة هنا ليست بين الله الاب والله الابن والكلمة المتجسد ابدا لانه لا توجد مقارنة نهائي في الكتاب المؤدس بين الله الاب وبين الله الاب بل هي بين الله الاب الذي هو الاله الحقيقي الحق وحده مقابل كل آلهة الامم والاوثام بمعنى انه يوجد اله واحد وكل آلهة اخرى هي اوثام فالمقارنة ليست بين الله وكلمته المقارنة هي بين الله الحقيقي وآلهة الامم والاوثام ونفس الفكر هو الفكر اليهودي ونفس التأكيد قاله ايضا الرب يسوع عندما قالت حب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك المسيح يؤكد انه يوجد اله واحد حقيقي وهذا يتعارض مع تعدد الاله في العالم الوثني العالم الذي يؤمن بتعدد الاله وبأن الاله في كل شيء وكل شيء هو اله ده البوليثيزم والبانثيزم الفكر الكتابي واحد ان الله واحد ان الله واحد الاختلاف هو ان انت مش قادر تفهم ان الله الواحد موجود بذاته ناطق بكلمته حي بروحه ده اللي انت مش قادر تفهمه وان كلمة الله تجسد الكلمة صار جسدا وحل بيننا القرينة والسياق هنا ان يسوع يصلي نائبا عننا زي ما قلت كرئيس كهنتنا الاعظم المسيح ابن الانسان المتجسد وهذا لا يلغي لهوته لكن يظهر ايضا ناسوته كنائب عن البشرية الاله الحقيقي وحدك هذا للتفرقة بين الاله الحقيقي وآلهة الامم الوثنية وليس بين المسيح وبين الله الاب فالمسيح لينفي عنه لهوته لكنها يقول ان الارسلية التي جاء لاجلها هي ان يعرف العالم الاب الاله الحقيقي ولا احد يعرف الاب الا الابن ولا احد يعرف الابن الا الاب مد 11 والاب يعرف من خلال الابن الكلمة المعلن عن الاب فالله لم يره احد قتل لكن الابن الوحيد قد خبر هذه المعرفة لن تتحقق الا من خلال المسيح بمعنى انه لا يستطيع احد ان يعرف الله الا من خلال وجه يسوع المسيح فمعرفة الله واقامة علاقة شخصية مع الله لا يمكن ان تتم الا من خلال يسوع المسيح والاجل هذا دي مفارقة كبيرة بين الايمان الاسلامي وبين الايمان المسيحي ان المسلم لا يعرف الله هو يخاف الله هو يرتعب من الله هو لا يقيم علاقة شخصية من الله الله بالنسبة له مجرد جبار منتقم ساكن السماء لكن ليس أب وليس له علاقة شخصية معه المسلم في صلاته لا يستطيع أن يناجي الله لا يستطيع أنه يقترب إلى الله ويعبر بكلمات بسيطة عن ما في قلبه لله هو حافظ هيركع الركعتين ويقوم ويعمل كذا سوي كذا ويردد الآيات الفلانية وانتهى الموضوع انتهى الموضوع أما من خلال إيمان المسيحي فالمؤمن الحقيقي المسيحي له علاقة شخصية مع الرب يستطيع أن يتحدث إليه ويسمع صوته الله ليس عنه ببعيد بل هو قريب جدا عاش كده الرب يسوع قال وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن ومن أراد الإبن أن يعلن له يعني بإيه محدش أبدا هيعرف الآب إلا من خلال الإبن فلما يقول يعرفوك أنت الإله الحقيقي لكن هذه المعرفة لا يمكن أن تتم إلا من خلال يسوع المسيح الذي أرسلته الكلمة المتجسد الكلمة المتجسد اللي قال من رآني فقد رأى الآب أنا والآب واحد هذا هو الكلمة المتجسد يسوع المسيح الذي أرسلته أي اللوغوس عقل الله الناطق ونطق الله العقل فعقل الله لا ينفصل عن ذاته عن ذات الله لكنه يعبر عن ذات الله طبعا هو مش قادر يفهم الكلام ده أو أرى لكنه مش عايز يقبله أنت الإله الحقيقي وحدك وأنا فيك وأنت فيا ومن رآني فقد رآك كما ورد في يحنى 14 أنا في الآب والآب فيا من رآني فقد رآى الآب طيب أخد مدخلة الأخت فريال من إنجلترا ألو 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 أهلا أخت فريال كيفك أهلا بك نشكر راب نشكر راب إن شاء الله تكون بخير نشكر راب يباركك ويوسع تخومك ويتمجد في خدمتك أشكرك الأسابيع الماضية كانت كل المواضيع كانت رائعة جدا جدا وبالأخص عن الأحداث اللي صارت في تركيا وفي سوريا كل هذه نربطها كل هذه نربطها يا أخ أشرف بالبرنامج اللي حضرتك ذكرته لماذا المسيح؟ لماذا المسيح؟ فأنا أقول أيضا لهذا أبو الأريف هو هذا أعتقد من شلة الدكتور المنقص أعتقد اسمه الشيخ أبو عمر أيضا أقول له لماذا المسيح؟ لماذا المسيح؟ فأقبل المسيح قبل فوات الأوان وذا تشوف بالحياة جدا يصير يا شاطر يا فهيم مع كل احترام الشخصك هو المسيح في فم الطاهر قال أنا هو الطريق والحق والحياة لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي إلا بي فهل نبي يستطيع أن يقول هذا أنه هو الطريق والحق والحياة؟ ثم المسيح له كل المجد هو يمتلك كل صفات الله هو كله الوجود كله العلم كله القدرة الوجود السابق الأزلي الوجود الأزلي والأبدي هو لا يتغير ما عندنا ناسخ ومنسخ مثل كم أنتم يسوع له كل المجد يمتلك سلطان الله قبل العبادة سلطانه لإقامة نفسه من الأموات وإقامة الأموات الآخرين الشفاء المرضى وإخراج الشياطين كان يتكلم كالله بسلطان قيل لكم في القديمة لكن أما أنا فأقول لكم الحق الحق يقول الحق لأنه هو الحق لأنه هو الله نعم فكل هذه الأشياء التي تثبت أن رب المسيح والله الظهر بالجسد جايين أنتم تنفوى وتلحقوا لي على آية ومثل ما قالي أخونا أشرف تجردوا من الآيات الأخرى وتتفتفون على كيفكم روح الحق نبيك اللي طلع على بغل مجنح في الإسراء والمعراج طلع على السماء البغل ورجع بعدين وما حد شافه وعمل هذه المعجزة بالليل فهل هي هذه المعجزة صدقني له طفل أجيب ومدارس الأحد ما يصدق أنه هذه معجزة لكن يضحك على اللي يقوله فالرب يرحمكم ورجعوا إلى بغنامج الأخ أشرف الرب يباركوا لماذا المسيح لماذا المسيح ما بقى شيء من الأمر تشوفون الكوارث والمآسي الرب يرحمكم شكرا أختي فريال ورب يباركك شكرا لك الآية هي ويعرفوك أنت الإله الحقيقي أنا أحطاها مع آية تانية وهوريكوا إزاي هذه أو هذان الآيتين فيهم تشابه الآية دي بتتشابه مع آية مهمة جدا الله لم يره أحد قط الإبن الوحيد الذي هو في حدن الآب هو خبر وين يقول أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك يبقى الله لم يراه أحد قط فكيف الإنسان أن يعرف هذا الإله الحقيقي وحده من خلال الإبن الوحيد الذي هو في حدن الآب الإبن الوحيد ماله في حدن الآب من نفس طبيعة الآب وجوهره هو وحده خبر بمعنى أنه معرفة الآب ومعرفة شخص الآب لا يمكن أن تكون إلا من خلال الإبن عاش كده يقول أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته من هو يسوع المسيح؟ هو الإبن الوحيد الذي في حدن الآب الذي خبر والآيتين دول موجودين في نفس الإنجيل في نفس الإنجيل يا ترى يحن لما كان بيكتب سوري في اللفظ يعني كان سكران؟ لا كان بيكتب تناقض؟ لا الآية واضحة أنه يسوع المسيح وحده كويس هو الإبن الوحيد الذي في حدن الآب الذي به ومن خلاله يعرف الإنسان الله الذي لا يستطيع أحد أن يرى يسير معرف معرف للإنسان ومعلن للإنسان وهنا يعرفوك بمعنى أن يقيموا علاقة معك كلمة معرفة في الكتاب المؤدس لا تعني intellectual knowledge لا تعني معرفة ذهنية لكنها تعني علاقة 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 شخصية أن يعرفوك أنت ومن خلال معرفة الإله الحقيقي من خلال يسوع المسيح ينال الإنسان حياة أبدية هذه هي الحياة الأبدية أنت بتدور على الحياة الأبدية مش ممكن هتكون بعيدة عن المسيح وإلا بقى تتبع من لا يعلم مصيره مصيره وبالتالي كل الذين يؤمنون به لا يعلمون أيضا مصيرهم لكن الكتاب واضح أن الحياة الأبدية هي بالإيمان بالمسيح الذي هو أعلان الله عن نفسه هل دعية يسوع المسيح في الكتاب المقدس أنه الله هل قيل عنه أنه الله كميز أب لما أبدأ في الجزء المهم في فيديو رقم ثلاثة هو بيحاول أنه يعمل يقول لك أنه بصوا كل الذين عارفوا يسوع المسيح قالوا عنه إنه إنسان تلاميذ قالوا عنه إنسان الجموع قالوا إنه إنسان لكن هو قال إيه عن نفسه هو قال إيه عن نفسه هو أعلن إيه عن نفسه تشوف الفيديو رقم ثلاثة وأرجع أكمل مع حضراتكم الكتاب وعنوان المسيح من هو بيقول إذا أردنا أن نعرف شيئا عن شخص لم نعاصره ولم نعش معه لابد أن نرجع إلى من عاشوا معه وعاصروه وكانوا شهود عيان على سيرته في هذه الحالة ونحن نتكلم عن شخص المسيح لابد أن نرجع إلى تلاميذه ومعاصريه شهود العيان الحقيقيين تماماً تماماً خلينا نقف هنا الكتاب ده المسيح من هو هو النسخة المصغرة نسخة مصغرة حوالي 100 صفحة من الكتاب الكبير لل 550 صفحة ده وغالباً هو حصل على النسخة المصغرة واللي هي يعني بيقدم فيها فعلاً إجابة عن المسيح من هو هو بيعمل ايه؟ الكتاب كله كتاب كله عن لهوت المسيح وعن برهيد لهوته وعن أزلية المسيح وعن فعلاً المسيح قال عن نفسه أنه هو الله وهل كان يسوع يعلم حقيقة نفسه؟ كل ده كل ده موجود في الكتاب كويس؟ أنا نفسي أفهم أنت قريت الكتاب؟ أنت قريت الكتاب؟ ما هو ما فيش ممكن واحد يعني لو قريت الكتاب الكتاب ما قدم لك البراهين مش واحد واثنين وثلاث يا سيدي لو ما عندكش الكتاب الكبير أنا ممكن أبعته لك ده ومش عايز منك تمنه خده هدية لعل المعرفة تفيدك لعل الله يفتح زهنك كويس؟ لكن هو عملي هو جاب كتاب واخد منه اقتباس الاقتباس ده حقيقي ده جزء مهم أنه فعلاً ما تقوله الأنجيل عن يسوع هو حق وده اللي أنا عايز أقوله ولأنه الأنجيل كتبها متى ويوحنى من تلميذ المسيح ومرقص ولوأة لوأة كان تلميذ بوليس ومرقص هو كاتب على لسان بوتروس فكتبوها شهود عيان فتيجي أنت بعد زي مثلاً حقيقة صلب المسيح حقيقة صلب المسيح كتبوها شهود عيان يجي أنت يا من لم تر شيئاً شاهد ما شفش حاجة وبعد ستمائة سنة تقولي المسيح لم يصلب شفتوا إلى أي مده هو بيزور هو بيكتبس على مزاجه طب ليه ما جبتش براهين لهوته في الكتاب ده ليه ما جبتش ليه ما تنقش هذه البرهين ليه ما تنقشهاش لأنه هو ما قدرش ينقشها هو بيعمل إيه هو عايزة تعنف لهوت المسيح أتسيت أتسيت عاش كده أنا بسميه أبو لمع الكذاب ولأنه الكذب عنده مدرسة مباح مباح فالكذب مباح في الحرب هو واخد الفكرة أنه نحن في حرب مع المسيحيين فهو أكي أنه يجذب أكي أنه يدلس أكي أنه يشوه الأمور أكي أنه ياخد آية منزوعة من سياقة ويجري بيها أنا لا ألومه أنا أشفق عليه لأنه هو واقع تحت نوع من الإيمان الذي يجعل منه هذا شخص لأنه ما فيش حد أبدا فيش حد أبدا بيتعمق بيتعمق في الإسلام ويصير إنسان صالح مفيد للمجتمع محب للآخرين أبدا بالعكس كلما الإنسان يزداد في تعمقه كلما يزداد وحاشة وعنفا وعنفا وكذبا ورياءا إلى آخره الوحيد الذي يستطيع أن يخلصك مما أنت فيه هو شخص يسوع المسيح جرب جرب أنت هتخسر إيه أنت هتخسر أنت كده منتزي نبيك أنت مش عارف هتكون فين أنت مش عارف هتكون فين أنت مهما عملت مش ضاع من أبديتك طب يا أخي ما تجرب حاجة تاني ما تجرب اللي قال لك أنا هو القيامة والحياة ما تجرب اللي قال لك أنه من آمن بي ولو مات فسيحق ما تجرب اللي قال لك أنه قد أتى ليكون لهم حياة وأفضل حياة ما تجرب اللي قال أنه الحياة الأبدية هي فيه أنا وحدي جربه جربه أنت تخسر إيه أنت خايف من إيه جربه على الأل يعني إذا طلع صح أنت اللي كسبان وإذا طلع غلط أنت كده كده خسران لأنك في الإسلام خسران وبرا الإسلام هتبقى برضي خسران فأنت كده كده خسران فأنت لما تجربه ويطلع صح يبقى حسن لك أفضلك هل دعية المسيح في الكتاب المؤدس أنه هو الله هنواقف الفيديو لحد كده وهنكمل الباور بوينت بتاعتنا هل دعية المسيح في الكتاب المؤدس أنه هو الله سبع مرات على الأقل مش مرة ولا تنين ولا تلاتة ولا اربعة سبعة رقم الكمال ومن إنجيل يوحنى اللي هو اقتبس منه الآية ومن أول آية في إنجيل يوحنى في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله وباليوناني الله الآية الثانية يوحنى 1-18 الله لم يره أحد قط الإبن الوحيد وبعض المخطوطات الله الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر آية ثالثة أجاب تلما وقال ربي وإلهي ربي وإلهي وإلهي هنا ثيوس وفي روميا 5 وعدد 8 يقول ولهم الأباء ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد أمين المسيح هو إلها مباركا ثيوس في تيتوس 2 وعدد 13 يقول منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله هو من اللي جاي ده يسوع المسيح يبقى الرجاء المبارك هو ظهور يسوع المسيح مجد الله العظيم الذي هو مخلصنا يسوع المسيح في بوترس الأولى بوترس التانية واحد وعدد واحد سمعان بوترس عبد يسوع المسيح ورسوله إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا ببر إلهنا the righteousness of our God ثيوس في عبرانين واحد تمن يقول وأما عن الابن كرسيك يا الله المسيح هنا دعي الله كرسيك يا الله إلى دهر الدهور قضيب ملكك قضيب استقامة قضيب ملكك لكنه يقول لك لا 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 الوحيد اللي تقال عليه الله هو الآب لكنه ما يقربش الآيات دي خالص لا لا ما يقدرش يقرب له وعدين عشان نفهم يوحنى 17 لازم نقرأ جزء من يوحنى 17 زي ما قلت وشوفوا الحقاية اللي أعلنها المسيح في نفس الصلاة نفس صلاة المسيح صلاة الشفعية هي دي اللي يطلق عليها الصلاة الربانية لأنه صلاة أبانا الذي في سماوية الصلاة تعلمها المسيح للتلاميذ لكي ما يعني يصلوها لكن صلاة هو صلاة الشفعية في حنى 17 ونهارا أترككم بعض الآيات مش كل الآيات شعر كله بس أنا عايز أرى لأنه هذا النص في إعلانات المسيح بيقولها عن نفسه ونكتشف أنه المسيح الذي قال وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك في نفس الأصحاح بيبرهن طبيعة لهوته تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال أيها الآب قد أتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته أنا مجدتك على الأرض العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم طيب وكل ما هو لي فهو لك وما هو لك فهو لي وأنا ممجد فيهم ولست أنا بعد في العالم وأما هؤلاء فهم في العالم وأنا آتي إليك أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك ليكونهم أيضا واحد فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد أنا فيهم وأنت في ليكونوا مكملين إلى وأحببتهم كما أحببتني الإرهاية البسيطة للأصحاح ده هو ما رأيش الأصحاح هو ما رأيش هو يعرف أن الأصحاح فيه آية بيقول فيها المسيح ويعرفوك أنت الإله الحقيق فرح جابها كويس الأصحاح ده بيقول عن المسيح إيه الحقائق اللي بيعلنها المسيح عن نفسه في هذا الأصحاح أول حق بيعلن أنه ابن الله وطبعا نحن موضوع ده منته مش نقعد نقول أنه ابن الله معناها إيه احنا قلنا الكلام ده مرة واثنين وثلاثة وعشرة المساوي لله من نفس جوهر الآب جعل نفسه معادلا لله هو معط الحياة الأبدية والحياة الأبدية يفض الإيمان في كل الأمور وأنا أعتقد أنه أي مسلم جاد باحث بيدور عن الحق إذا عمل المقارنة دي كفيلة كفيلة بأنه تفتح عينه لكي ما يقبل يسوع المسيح المخلص موجود منذ الأزل يقول كده الأبد بالمجد الذي لي عند قبل كون العالم أي ده هو من الموجود قبل كون العالم وكيف المسيح يقول أنه ممجد عند الآب قبل كون العالم أليس لموجود قبل كل الوجود هو الله وحده أليس موجد الوجود هو الله كيف يقول المسيح النفس في يحن وحد عندما يبدأ يحن افتتاح إنجيل ويقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمた الله هذا كان في كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان هو مين ده كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان هو مين كل ما هو للآب هو للإبن كيف يكون هذا كيف يكون كل ما هو للآب من صفات ومن سلطان هو للإبن ده الآب دفع للإبن حتى للدينونة أعطى السلطان ليها للإبن وأعطى للإبن سلطان أن يعطي حياة أبدية كل ما هو للآب هو لي وكل ما ليه هو للآب يسكن في كل المؤمنين المسيح يسكن في كل المؤمنين في نفس الأصحاح أليس هذا البرهان على أن المسيح كليل وجود في كل زمان وفي كل مكان هو موضوع حب الآب قبل الخلق العالم وده دخلنا إلى سؤال لأنه المسلم يؤمن أن صفات الله كانت معطلة قبل الخلق أما المسيحيين فيؤمنون أن صفات الله عمرها ما كانت معطلة لأنه إذا كانت صفات الله معطلة يبقى حصل تغيير في طبيعة الله وده موضوع كبير لكن عايزة أقول أن المسيح المسيحية وحدها هي اللي تحل هذه المعطلة أجي هنا هل وصف يسوع أنه إله حق؟ هل وصف يسوع في الكتاب المؤدس؟ أنت طالع على شاشات وتقول أتحدى البابا تودرس وأتحدى وأتحدى وأنت أساسا ما تعرفش حاجة عن الكتاب المؤدس بالزبط بالزبط أن أنت يعني بتثبت سوريا أقول أنه أن أنت ما تعرفش حاجة عن الكتاب المؤدس أنت تعرف تطعن لكن أنت لم تقرأ الكتاب المؤدس هل وصف يسوع أنه إله حق؟ ماذا يقول يسوع عن نفسه في هذه الآيات؟ مين؟ مين هو؟ قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة هل يوجد حق حق بعيدا عن الإله الحق؟ لا يمكن لا يمكن المسيح وحده هو الحق زي ما الله الآب وحده هو الحق فالمسيح هو كلمة الله اللوجوس عقل الله الناطق ونطق الله العاقل والأجل هذا الآب حق وكلمته حق وروحه حق أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي لكن محدش أبدا هيعرفك ولا يأتي ليك إلا من خلالي لو كنتم عرفتموني لعرفتم أبي أيضا ومن أقلام تعرفونه وقد رأيتموه قال له في لوبوس يا سيد أرنا الآب وكفانا قال له يسوع أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا في لوبوس الذي رآني الذي رآني فقد رأى الآب فكيف تقول أنت أرنا الآب ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب في ما تطلع تفصليني النص ده احتمال يعني الزكاء الخارق بتاع حضرتك يعني تقدم لنا تفسير ما حصلش قبل كده احتمال طيب يوحنى تمانية يوحنى تمانية وده يعني طبعا يوحنى خمسة نفسه نفس السفر الإنجيل يوحنى خمسة مليان أيضا براهين على كده لكن أنا هاخد يوحنى تمانية يوحنى تمانية حوار المسيح مع اليهود لم يقولهم إنه بيقولوله ألعلك أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات إبراهيم مات والأنبياء ماتوا من تجعل نفسك انت مين انت مين كل اللي احنا نعرفهم من قادة لنا ومعلمين وأباء وأنبياء ماتوا ممكن بقى تعرفنا عن نفسك تقولين أنت مين مبارك اسمك يلوم كده أبوكم إبراهيم تحلل بأن يرى يومي فراء وفرح طبعا أنت لو دورت ولو حايب تدرس هتعرف أنه الله تقابل مع إبراهيم في تكوين 18 فقال له اليهود ليس له خمسين انت ما كملتش خمسين سنة مسيح كان في الرنج يعني ما بين اثنين وثلاثين ثلاثين سنة ثلاثة وثلاثين سنة في الوقت ده فبيقول له انت ما كملتش خمسين سنة بعد فأفرأيت إبراهيم انت هتجنننا احنا يعني هنتجنن من الكلام اللي انت بتقوله إزاي ده الفرق بينك وبين إبراهيم ألفين سنة فرق بين المسيح وما بين إبراهيم أكتر من ألفين سنة يعني إبراهيم كان في الرنج غالبا ألفين ومية قبل الميلاد هنكلم على على زمن طويل نكلم على مئات السنين آلاف السنين قال لهم يسوع بقى ما هو أكثر من ذلك ما لا يستطيع إنسان أن يحتمله قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن كائن مش كنت لا لا أنا كائن أمس واليوم والأبد أنا كائن قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن ما تغيرتش أنا هو أمس واليوم والأبد يقول الكتاب فرفعوا حجارة ليرجموه هما فهموا منه إيه فهموا أنه بيجدف لأنه وحده الكائن اللي أعلن عن نفسه قال أنا هو أهي الذي أهيه هو يهوى نفسه فيأتي يسوع ويقول قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن فرفعوا حجارة ليرجموه ما تفصل لنا الآية دي ما تفصل هلنا طيب يقول المسيح في يحنى عشرة خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي أبي الذي أعطني إياه هو أعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يخطف من يدي أبي أنا أنا والآب واحد فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه أجابهم يسوع أعمالا كثيرة حسنا أريتكم من عند أبي بسبب أي عمل منها ترجمونني أجابه اليهود قائلين لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف أنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلهان يعني إيه الكلام ده لهم ليه فهموا أن المسيح هنا بيجعل نفسه إلهان اللي أنت مش عايز تفهمها ومش عايز تقبلها ما تفصل لنا النص ده فصل هنا الأشد من كده وده نص آخر مهم بيقولك أين في الكتابة مؤدس وصف يسوع بأنه لها الحق يعني الآيات اللي احنا جبناها دي كلها كويس ممكن في عايات قلبه الشرير يرفض نشوفه هنا يوحنى اللي كتب إنجيل يوحنى يوحنى الحبيب بيقول لنا إيه ونعلم أن ابن الله ابن الله يسوع المسيح قد جاء وأعطانا بصيرة يا رب زي ما ديت بصيرة لنا وللمؤمنين ادي بصيرة لكل من يعني يطعن لكل من يرفض لكل من يصر أن يعيش بعيدا عن المسيح أعطي بصيرة ليعرف الحق يقول هنا وأعطانا بصيرة بدون البصيرة دي مش هتعرف يسوع المسيح لأنه ده عمل روح الله أنه يبدد الظلم اللي جواك فيعطيك بصيرة لتعرف الحق يقول لنا بقى في نفس الآيات ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح الرب دينا بصيرة لنعرف الحق كويس ولأجل هذا نحن في الحق في ابنه احنا هم مكملين في الابن هذا هو الكلام عن الابن هذا هو الاله الحق والحياة الابدية ليعرفوك أنت الاله الحقيقي هذا هو الاله الحق والحياة الابدية لأنه من نفس طبيعة وجوهر الآب كلمة الآب كلمة الله المتجسد دي آية معرفش تعرفها ولا لأ وعلى فكرة موجودة في كتابنا المعدس وعلى فكرة الكتاب اللي انت قلت هاتولي آية هاتولي آية بتقول أن المسيح هو الاله الحق يحنى الحبيب اللي تكلم عن الحياة الابدية في إنجيله واللي سجل لنا كلام المسيح وصلاته الشفعية في يحنى 17 هو هو نفسه لألنا هذا هو الاله الحق والحياة الابدية يبقى لو حطينا الآية سحنقول لكي يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته الذي هو كلمة الله المتجسد الاله الحق والحياة الابدية أصلي أن الرب الاله الحق والحياة الابدية يعطيك بصيرة فتنتقل من الموت للحياة وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم